بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هناخد موضوع مهم جدا اللي هو الأنيميا الموضوع ده يعني مش هيخرج عن أي بيت في البيوت المصرية عين هيعمل عملية وطفر العين ده بيشتكي من أي حاجة دايما بنشوف هل هو عنده ولا ما عندوش أنيميا هنشوف تلوقتي يعني أنيميا وأسباب وأنواع الأنيميا أول حاجة definition يعني أنيميا أنيميا by definition is decrease the number of RBCs and decrease of the total hemoglobin content يبقى أنيميا يعني يعني نقص في عدد الـRBCs كل مليليتر من البلد بلاقي الـRBCs عدد كون بتاعها قليل بدل ما هو 5 و 2 من 10 مليون ممكن يلاقيه 3 مليون ممكن يقل من كده and total hemoglobin content وأنا عارفين قبل كده أن الhomoglobin content بالنسبة للميل بيبقى 16 جرام لكل 100 مليتر بلد والفي ميل 14 جرام لكل مليتر بلد هلأي عند هذا الشخص اللي عنده مثلا 9 جرام عنده 8 جرام يبقى دي عبارة عن الأنيميا يبقى أنيميا by definition is decreasing number of RBCs and total hemoglobin content what are the types of anemia ايه أنواع الأنيميا عندنا ثلاثة نواع من الأنيميا مشهورين جدا وكبار جدا أولا normocytic normochromic anemia وأنا في الوقت يعني normocytic normochromic anemia النوع الثاني macrocytic hyperchromic anemia النوع الثالث microcytic hyperchromic anemia طيب أول نوع اللي اسمه normocytic normochromic anemia normocytic يعني صايت يعني خلية normocytic يعني normal size of the RBCs يبقى حجم الRBCs خلي بالك بيبقى normal normochromic يعني normochromic chrome يعني لون الهيموجلوبين اللون بتاعه طبيعي فبالتالي اللون الRBCs بيكون طبيعي يبقى normal amount of hemoglobin بس لازم أوضح نقطة هو كمية الهيموجلوبين في كل RBC واحدة normal بس هنشوفها دلوقتي عشان نقص total number of RBCs قليلة فبالتالي total content of hemoglobin is decreased قليل يعني مرة تانية يعني normocytic normochromic anemia يعني RBCs normal in size and HRBC يحتوي على normal amount of hemoglobin وهنعرف ايه الاسباب اللي تعمل normocytic normochromic anemia تاني نوع اسمه macrocytic hyperchromic anemia macro باللاتيني يعني big macrocytic يعني الخلايا عندك الRBCs bigger than normal يعني hyperchromic chrome اللون اللون hyperchromic يعني اللون غامل كل ما هيزيد amount of hemoglobin في كل HRBC يبقى هيديك لون غامل يبقى الhemoglobin في كل RBC more than normal طب يا زي يا فندم أنيميا وتتقول لي ان كل RBC واحدة فيها hemoglobin اكتر من الطبيعي ها بس total number of RBCs اللي شغالين الhemoglobin قليلين بالتالي مهما هزود content تحت الhemoglobin في كل RBC لكن total hemoglobin content في 100 cm دم بيقل وده هلقولها بالتفصيل برضو ايه causes of macrocytic hyperchromic anemia تالت نوع اللي هو microcytic hypochromic anemia يعني macrocytic micro يعني قصير صغير macrocytic خلية صغيرة يبقى RBCs smaller than normal hypochromic hypo يعني decrease ناقص chrome يعني لون اللون بتاعها فاتح ليه فاتح عشان في less amount of hemoglobin than normal in each RBC عشان نفهم دي اكتر بوضوح حنشوف تلقتي ايه أسباب كل نوع من هذه انواع بقصية الثلاثة of anemia number one normocytic normochromic anemia زي ما اتفقنا ان الخلايا بتبقى normal size of the RBCs ان each cell تحتوي contain normal amount of hemoglobin اول سبب من اسباب normocytic normochromic anemia number one hemorrhagic anemia hemorrhage يعني نزيف acute blood loss وبرضو هنشوفها بالتفصيل كل واحدة من دول يبقى هو الشخص ده عنده hemorrhagic anemia عملتله اللي هي normocytic normochromic anemia تاني حاجة aplastic anemia وكلمة aplasia يعني plasia يعني تكاسر خلايا cell division aplasia او aplastic يعني الانيميا دي نتيجة عدم تكاسر الRBCs طبعا الRBCs بنتكاسر بش اللي هي البرو ريسور بلاست الخلايا اللي هي قبل ما تحول تحول اللي بقى كده الRBCs تحتوي على نيوكلس دي failed to divide وبالتالي حصل aplastic anemia ثالت واحدة اللي هي hemolytic anemia ان الRBCs حصلها hemolysis يعني تكسير في الRBCs نشوف واحدة واحدة منهم في الاسباب of normocytic normochromic anemia واول سبب اللي هو hemolytic anemia hemolytic anemia العيان ده كان زي الفل كان عنده الRBCs كونت حوالي خمسة مليون كان عنده 16 جرام لكل 100 مليتر بلد وزي الفل حصل accident أي حادثة حادثة عربية وارطفر حد خبطه وهو 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 حصل ايه حصل severe blood loss severe blood loss حصل acute acute يعني حاد هو كان قبلها من خمس زي الفل حصل acute blood loss فقد دم حاد اشكاة ساعات بنسميها the hemorrhagic anemia بنسميها blood loss anemia طب فقد دم بالتالي عدد الRBCs اللي موجود في الدم قلت فلعند جاء له hemorrhagic anemia اللي هي احد اسباب normothetic normocromic anemia ليه هو كان عنده الخلاقة كلها سليمة زي الفل ما كانش فيها مشكلة الRBCs كان عددها طبيعي في كل الRBCs فيه hemoglobin طبيعي يعني normothetic normochromic العيان ده حصل له فجأة acute blood loss قلت عنده الدم كله قل عنده العدد الRBCs وبالتالي جاء له anemia due to decreased number of RBCs and total hemoglobin content لكن في نفس الوقت خلي بالك كل خلية منهم عندها normal size بتاع هذه الخلية وكل خلية تحتوي على normal amount of hemoglobin يبدأ أول سبب من أسباب normothetic normochromic anemia اللي هي hemorragic anemia أو blood loss anemia ثاني سبب من أسباب normothetic normochromic anemia aplastic anemia وزي ما قلنا كلمة plesia يعني cell division نحط prefix اللي هو حاجة قبل الكلمة فنسلم دي اسم مي prefix فنقول خطينا a لما نحط a يعني بننفي هذه الكلمة مفيش تكاثر a plesia a plastic anemia يعني anemia نتيجة عدم تكاثر خلايا ال rbc هو بتصنع فين ال rbc زي ما خند قبل كده في l- bi بيتصنع في البومارو لما يحصل بومارو النخياع العظمي يحصل فيه depression depression يعني هبوط من وظيفة كلمة depression دي لها حسب الجملة فيه depression يعني هبوط وظيفة كلمة depression عمت يعني اكتئاب يعني هنا بومارو عام وظيفة بتاعت طب ايه اللي عمل هبوط وظيفة البومارو اللي بوز البومارو اول حاجة atomic radiation العيان ده عمل exposure لـ atomic radiation اشعاع كان بيتعامل مثلا في مراكز الاشعة ما كانش بلبس حاجة اللي هي الكوت المخصوص بتاع اللي بيحمي الشخص من الاشعة اتعرض كتير جدا هو كان دكتور مثلا بيخش مع المريض جو وقط الاشعة مش بيبواقف وراء الحاجز اللي موجود فبالتالي ده atomic radiation او في اي حروب النووية اتعرض الشخص ده الاشعة تعمل بومارو ديبريشن نمبر وان يبقى او سابن بومارو ديبريشن اتوم تاني حاجة بعض الادوية بعض الدرج وكان اشهر ده وقبل كده اسمه كولوران فينيكول الاسم التجاري بتاعه اسمه سيدوستين ده كان من الادوية المشهورة جدا في السبعينات والستينات ده كان من حاجات الهيلة مضاد حي وقوي جدا او بس بتاعد السريرات وتقل جدا من الفترة اللي فاتت عشان في بعض الناس عندهم هايبر سينستيفتي عندهم حساسية تجاه الدواء عملاله بوم مارو دي پيشن ومش كل شخص هجيله بوم مارو دي پيشن لكن في بعض الناس لما بياخدوا هذا الدواء يجيله بوم مارو دي پيشن عشان كده استخدام مبتد يقل بس هو موجود لكن هو لو كان بيعمل بوم مارو دي پيشن لكل الناس كان لازم كان يتشيل هذا الدواء يبقى تاني حاجة دراجس أدوية زي مضاد الحيوي الكولورام في نيبول تالت حاجة ماليجنان تيومرس الناس بيبعندهم سرطانات كانسر السرطان نفسه ممكن يمشي في الدم يوصل بوم مارو يبوز بوم مارو يعمل له ديستوركشن بوم مارو ويؤدي الى بوم مارو دي برشن ويعمل لك أبلاستيك أنيميا لقى العيان تقومنه عيان الدم لقى عدد الأربيسيز قليلة والتوتا الهيموجلوبين اللي في كل 100 سنط دم وليل لكن كل خلية بتبقى نورموسيتك سايز نورمل لهذه الخلايا وفي نفس الوقت نورم كوميك كل خلية تحتوي على نورمل أمون وفي هيموجلوبين ده البوم مارو اللي بيصنع كل الخلايا بتاعة الدم لما حصل بوم مارو ديبرشن ابتدى يقل النامبر في أربسيز نمبر وفي واي بلد سيلز النمبر أوف بلدس كيبه هذا هو تاني سبب من أسباب النورموسيتك نورمو كوميك أنيميا كان أول واحد هيموراجيك أنيميا تاني واحدة اللي هي أبلاستيك أنيميا تالت سبب من أسباب النورموسيتك نورمو كوميك أنيميا هيموليتك أنيميا يعني هيموليتك أنيميا كلمة هيمولاسيز جاء من كلمة هيم دم لايسيز تكسير تكسير في خلايا الدم يبدأ الاربسيز تتكسر يبقى الاربسيز ديستركشن أو هيموليسيز ايه أسبابها يما أسباب جوه الاربسيز نفسها فيسموها انترا كورباسكولر يأسباب خارج الاربسيز أسميها اكسترا كورباسكولر الاكسترا كورباسكولر حاجة جاي من بره جاي بره الدم خالص وهي القسارة الاربسيز عين فصيل الدم ومثلا ايه اتنقل له دم بالخطأ بي رونج بلد ترانسفيوجيز هيحصل ايه هيحصل هيموليسيز ده جاي منين هل ده جاي سبب من جوه الاربسيز لا ده جاي من بره اتنقل له دم غلط فعمله رونج بلد ترانسفيوجيز سنيك فينم يعني سنيك فينم سم التعبان التعبان ازاي بيموت ان السم بتاعه بيعمل هيموليسيز وزي ما نعرف بعد كده فيه لما هنتكلم على هيموليسيز ان شاء الله في موضوع لطيف جدا في حالات اللي هي انكمباتابل بلد ترانسفيوجيز نقل دم خطأ اللي عنده بيموت من ايه لما بيحصل دم الخطأ اللي ما قولتها هذا الشخص يبقى الاكسرا كورباسكولاكوزيز اوف هيموليتيك انيميا يئمى رونج بلد ترانسفيوجيزن يئمى السنيك فينم سم التعبان يئمى بويزينيك باي ارزينيك ان ليد باي ارزينيك بويزين ان ليد الناس بشرب مصانع البطاريات لازم يلبسوا طبعا نعمل امان الصناعة بسوا جوانتيات ومسكات على وشهم وده بالتالي بيمنع ان الخرصين الرصاص وان هو يعدي من خلال الاسكن يعدي للجسم ويبتدي يعمل تكسير في الاربسيز بس لأسف في بعضهم اهمال شوية باي بيبس المصكات زي بعضهم اهمال باي بيبس الجوانتيات اللي هي بتمنع اللي هي ارزينيك اند ليد بويزين دي الاكسرا كورباسكولا هنشوف تلوقتي الانترا كورباسكولا اسباب جوه الاربسيز ودول اتنين مشهورين جدا الأولاني اسمه كونجينتال سفيروسيز ثاني واحدة سكل سيلا نمي يبني دي الاسباب فين الاربسيز من جوها نفسها بتكسر ليه في مرادين مراد اسمه كونجينتال سفيروسيتولزيز ومراد اسمه سيكل سيلا نمي هنشوف تلوقتي الانترا كورباسكولا كوريزيز اللي هي الكنجينتال سفيروسيز كونجينتال يعني حاجة مولود بيها حاجة عب خلقي كونجينتال سفيروسايتوزيس من اسمها سايت يعني خلية سفيرو يعني مدورة سايتوزيس عملية تكوير الخلايا او عملية ان الاربسيز بتكون مدورة احنا عارفين ان الاربسيز باي كونكيف انشيب وليه ربنا خلقها باي كونكيف انشيب مفيش مجال الخطأ سبحان الله كل حاجة لها تفسير كل حاجة لها السبب ربنا خلقها بسبب كل حاجة ايه سبب بتاعها كذا احنا ممكن في يوم الايام في حياة معينة اقول لك احنا مش عارفين السبب اقول لك مش عارف سبب لغاية النهار ده تين ناو لكن بعد كنا هنعرفك احنا عارفين الاربسيز باي كونكيف انشيب والكلاب التقليدي ليه ربنا خلق الاربسيز باي كونكيف انشيب عشان ازاود السيرفس اريا اللي من خلالها الاوكشن كان ديفيوز تو زا الهيموغلومن انسايد زا اربسيز تو بي كابد باي زا هيموغلومن انسايد زا اربسيز ده كلام التقليدي لكن فيه كلام هام من كده طب ما هو لو انا باي كونكيف طب ما كان ممكن اعملها تب بشكلها ايه باي كونكيف بدل ما هي مقاعرة عن ناحيتين اخليها باي كونكيف انها تبقى محدبة عن ناحيتين منفوغة عن ناحيتين لا ده انت هشوف تلوقتي لما دي لو كمراضية حصلت هذه الاربسيز بالشكل ده دي حاجة مرض هيودي الى هيموليتك انيميا الكونجينتل اسفيروساياتوزيز اللي هو مرض خلقى فيها الاربسيز ار اسفيريكال شيب مدورة مش ذا الاربسيز اللي هي النورملي باي كونكيف سيرفاس لا دي اسفيريكال دي عبارة عن اسفيريكال مدورة اسفيروسايت زي ما بوسكد عليه ادي كل خلاقي هنا سفيروسايت ودي خلايا باي كونكيف العادية طب ايه مشكلتها ليه ربينا خلاقها بهذا المنظر لان لو كانت هذه الاربسيز طبيعية احنا عارفين من اول محاضر اوتها في البلاد ان البلازما تحتوي على تسعين في المئة منها ميا وعشر في المئة منها سولد والسولد سبعة واحد من عشر بلازما بروتين اتنين في المئة ومهم جدا ان تبقى التالتة دي تسع من عشر موارد غير عضوي زي سوديوم كولوريد تسع من عشر في المئة طب ايه فاندرين مشكلة ودي خلناها في الانتروداكشن اي محلول تسع من عشر في المئة ده بنقول عليه ايه بنقول عليه ده ايزوتونيك او ايزو اوزموتيك مع البلازما يبا لما حب مثلا عيان ضغط واطئ وعايزة ديله محلول ما ديله محلول لازم يكون ايزو اوزموتيك او ايزوتونيك للبلازما يعني يحتوي على محلول تسع من عشر في المئة سوديوم كولوريد ده محلول اسمه ايه اسمه صلاين محلول الصلاين ده لما بناخده ده ايزو اوزموتي مع البلازما فيش اي مشكلة في الاربيسيس تحصل طيب العيان لو شرب شوية مية مية وكتير شوية شرب مية كان عشان جد او شرب مية كتيرة جد ايه اللي هيحصل المية هتخش مباشرة من الانتستن على البلات هتقلل الاوزموتيك بريشر بتاعة البلازما طيب ايه حطت مية زيادة طيب الاوزموتيك بريشر بتاعة الاربيسيس طيب الاربيسيس دي سبحان الله عمنا قبلنا خليها بايكون كيف شيب تبقى بدمك بايكون كيف تبقى ستريت كده شوية مية كمان زيادة تبقى بايكون فيكس ايه محدبة من ناحيتين مية اكتر واكتر ياه تبقى شوية تبقى ايه تبقى سفيركا فتمنع الربشارز لهذه الاربيسيس المحلول بسميه بقى ايه هايبوتونيك ده اللي بيحصل في النورمال انديفيديو لكن هذا الشخص الاربيسيس سبحان الله من الاول سفيركا من الاول فاللي يحصل هذي الاربيسيس اف ديسترويد ازلي تكسر بسهولة ان هايبوتونيك سيليوش ادي الايزوتونيك سيليوش اللي حتفقنا عليه في الانتروداكشن قلناها قبل كده وانتهى في اول محاضبة في البلاد هو تسعة من عشرة في المية عبارة عن سوديوم كولورايت لما يتحط في ايزوتونيك الاربيسيس شكلها طبيعية خلاص فيش اي مشكلة فيها خلاص حتى لو هي سفيركا هيفيش اي مشكلة ليه انه ايزوتونيك اللي عنده شرب مية ومية كتيرة فالبلازما بقت هايبوتونيك ايه اللي هيحصل هيخش مية كتيرة جوا الاربيسيس اللي هي اصلا من الاول سفيركا وانت تدي تفرقع هذه الاربيسيس يبقى الاربيسيس ايه ديسترويد ايزلي ان هايبوتونيك سيليوشي يبقى اول سبب من اسباب الانتراكورباسكولر هيموليتك انيميا احنا قلنا النورموسيتك نورموكوميك انيميا لها تلات اسباب يا هيموراشيك انيميا يا أبلاستيك انيميا يا هيموليتك انيميا والهيموليتك يا انتراكورباسكولر يا اكسراكورباسكولر اكسراكورباسكولر قلنا الحاجات البسيطة نقل دم غلط برونج بلاد تونسي فيوشن عبارة عن ايه سنيك فينم سم التعبان لد ان افزينيك بويسو طب الانتراكورباسكولر حاجتين حاجة فيها غلط جوه الاربسيز الاربسيز يا فند من المواحد كونجينة الاسفيروس هيتوس هي من الاول اسفيركا وديسترويد ازلي انهاي فوتونيك سيليوش اوكي فبالتالي كل شوية الهيانيش ومية ولا بتاع بك بك كسرب لك كده بتاع حوالي ايه عشرة مليون ولا حاجة الاربسيز في الدم عملنا ايه في الاخر عملنا ان هذه العيان جاله نورموسيتك نورميكوميك أنيميا او هيموليتك ايه أنيميا طيب هتاخدوا ان شاء الله في العمل تجربة لطيفة جدا الاربسيز بتستحمل انها تتحط في محلول هايبوتونيك انا قلنا الايزوتونيك هو تسعة من عشرة في الماء اللي هو سوديان كولورايت ما فيش اي مشكلة لو ابتدى المحلولي بهايبوتونيك تستحمله تمانية من عشرة سبعة من عشرة ستة من عشرة خمسة وخمسين خمسة من عشرة ستة من عشرة ويبدأ هيموليسيز وكل الاربسيز عند ثلاثة من عشرة في الماء يبدأ عند خمسة من عشرة في الماء وكمبليت هيموليسيز عند ثلاثة من عشرة في الماء طب العين اللي عنده سفيوس سايتوز ده الأول الخلية من أول سفيريكا مدورة مش باقي كونكيف هتملة شوية ماء فتتنفي خلاق ده هو من فوخ أصب من الأول يبدأ الهيموليسيز على طول من عند كام من عند سبعة من عشرة في الماء يبدأ الهيموليسيز ويكمل تماما تقريبا عند قل من خمسة من عشرة في الماء يبدأ الهيموليسيز يبدأ ستارت هيموليسيز عند سبعة من عشرة ويكمبليت عند خمسة من عشرة في الماء يبدأ هزي الكونجينيتال سفيوسياتروسيز ودي هتشاف كويس قوي في العمل إن شاء الله طيب تاني سبب من أسباب الانتراكوباسكولار هيموليتيك أنيميا سيكل سيل أنيميا ايه حكاية السيكل سيل؟ هو سيكل يعني سيكل يعني منجل منجل ده هو اللي بيقطعه بالحشائش اللي هو بيبعامل زي كده ايه بهذا المنظر كريسينت كريسينت أو منجل كريسينت اللي هو الهلال يبدأ الاربسيز ار كريسينت ايما تشاهدين كده شكلها زي الهلال او سيكل سيكل يعني عاملة زي المنجل اللي بيقصوا بالحشيش يبدأ الاربسيز ار كريسينت ليه عندها أبنورمل هيمولوبا اسمه هيموغلوبين S ده يعبار abnormal globin chain يعني فيه مشكلة في تكوينة الهيموغلوبين مش طبيعي ده اسمه هيموغلوبين S هذا الهيموغلوبين ايه خطرته لما يتعرض للو اكسجين تنشن عيان عمل بياضة جامدة جدا الدم في الفينوس بلد التخلايا النشطة جامعة خدت اكسجين من الدم فنقص او في الفينوس بلد يبل هذا الهيموغلوبين S اللي موجود جوه ال RBCs ايه اللي يحصل لما يتعرض للو اكسجين تنشن يعمل sickling of cells sickling يعني يخليها اكسر تحدوبة تبقى اكسر تبقى pointed تبقى لها زي طرف هتشوفه دلوقتي كده بهذا المنظر هتبشكله ازاي more and more crescent فايه اللي بيحصل هو ماشي كده في الbranches بتاعت blood vessels يرشق في هذه البلد فيسلز ويبتدى يحصل له ruptures and hemole يبقى sickle cell anemia او بسموها الانيميا المنجلية الـ rbc's are crescent containing abnormal hemoglobin called hemoglobin s هذا الhemoglobin will precipitate يترصب at low oxygen tension ولما يترصب low oxygen tension يشد على شكلها يطبعها اكتر فيخليها يعمل حكسما sickling of cells تبقى more crescent in shape يبقى لها طرف مدبب هذا الطرف مدبب في الbranches بتاع blood vessels ترشق فيه وتعمل ايه تعمل hemolysis لهذه السيلز وتعمل destruction لهذه السيلز دي sickle cell anemia يبقى عندي اول نوع من انواع الانيميا اللي اسمها normocytic normochromic anemia لها ثلاث اسباب السابب الاولاني hemorrhagic anemia acute blood loss number two اللي اسمها aplastic anemia bone marrow depression ثلاث نوع الhemolytic anemia either يكون intercorpuscular causes او extra corpuscular causes اسباب جوه الـ rbc's جوه rib blood corpuscle او اسباب خارج الـ rbc's extra corpuscle ده هذا هو normocytic normochromic anemia ثاني نوع من انيميا هي macrocytic hyperchromic anemia ودول انتو خدتوها في الـ resupposes macrocytic يعني الخلايا اكبر من الطبيعي size بتاع الخلايا اكبر من الطبيعي وكل خلايا اللي هم بتاعها غامل hyperchromic عشان بتحتوي على more hemoglobin في كل خلايا بس عدد الخلايا قليل مهما الخلايا دي تحتوي على more hemoglobin لكن العدد بتاعها قليل يعني مثلا خمسة مليون العيان ده عنده مئة الف مهما اكبر الخلايا بتاعت الـ rbc's لكن مع مئة الف عدد rbc's بدل خمسة مليون يبقى total hemoglobin بيحصل الـ rbc's ودولتو خدتوها في الرسو بيسيز سببها ايه سببها deficiency of b12 and folic acid ومفكركم بيها اللي هم due to deficiency of maturation factor وممكن بعملوا ايه دول بيتولفو فوليك اسد دول دو كانوا ايه دول maturation factors بعوامل الندوك الصغير يكبر ويجوز ويخلف maturation factors دو كان بيحولوا الـ rna الى dna the help conversion of rna to dna هو الـ rna ده موجود اساسا فين ده مثلا عندي فيه ريبوزومة الـ rna وترانسفير rna حتى الميسنجر rna بيكون في النيوكلس ويطلع في الـ cytoplasm بالبلد كده يبقى الـ rna يبقى يمثل الـ cytoplasm وال-dna تمثل النيوكلس ده بيحول الـ rna الى dna يعني ايه بعمل ايه بكبر النيوكلس ولما النيوكلس تكبر تتجوز وتخلب فتعمل cell division فتزود العدم طب العيان ده اللي عنده deficiency of b12 and folic acid ايه المشكلة مش هيتحول الـ rna الى dna يبدأ زي ما هو rna يبقى حجم السيتو بلاسم بتاعه كبير خلية كبيرة طب واخبار النيوكلس شكلها ايه النيوكلس صغيرة ليه عشان ما تحولش الـ rna الى dna فما فيش cell division ما بتكبرش ما بتخلفش يبقى العدد قليل في بالعيان ده عنده anemia وشكل شكل ايه الخلية خلية بتبقى اكبر من الطبيعي macro sites او بيسم قوله اللي خدناها قبل كده اسمها megalocytes ميجالو هي نفس المعنى ميجالو ميجا يقول ده عشين ميجا ميجا كبيرة جد ميجالوسايتس او macrocytic anemia وكل خلية اقبى من الطبيعي يفتحتها على موه هيموغلوبين فهي hyperchromic anemia يبقى deficiency of B12 and folic acid بيعمل macrocytic hyperchromic anemia ايه اسبابه اول سبب نقص الانتيك vital B12 and folic acid ما يخضوهمش بالاكل بتاعي ويخضوهم بيبقى حد ما rare ليه rare لانه موجودين ضف الفاكهة موجودين في الخضار موجودين في اللحوم موجودين في الفراخ موجودين في الاسماك موجودين في السلطة يبقى العالم يقول النقص ده B12 folic acid ده في الغالب بيكون نقصة بيشعب مايا بس ابتكيز intake number two ال B12 افكرها بكو تاني ال B12 ده بيسموه extrinsic factor ليه المادة العلمية بتاعت ال B12 باسموه cyanocobalamin ده مركل cyanocobalamin لما يخش جوه ال stomach ده ممكن تكسر سبحان الله ربنا بيطلع من ال stomach بيطلع من ال stomach ال parietal cells بتطلع intrinsic factor cover combine مع ال B12 اللي هو اللي يسموه extrinsic factor يعملو covering ويعمل complex عشان تبريفنت ال digestion لل B12 by enzymes or the stomach يمنع تكسير ال B12 بإنزيم تاعت stomach وبعدين ال complex ده كان ينزل لغاية آخر حتة في intestinal intestine آخر حتة في ال ilium اللي هو lower intestine يعني في ال ilium بيحصل له attach to receptor لمستقبلات بيحصل absorption وبعد كده بيخش by penocytosis يخش في الدم ومن الدم يمشي في الدم ويتخذف الليبر ايه سبب نقص B12 وفولك أسد يعم تجيز انتاك يلعيان عنده مشكلة في disease في gastric stomach هي معدة gastric هي صفة الجدار المعدي زي ما يقول القلب heart او قلبي cardiac الكل kidney الكلوي renal يبقى ده صفة يبقى disease في stomach wall حصل atrophy لل wall of the stomach ودي قلنا بلكده في الاسوبوليسيس دي البرميشيس انيميا الانيميا الخبيثة عشان ما عندوش intrinsic factor بالتالي حتى لو خد B12 بيتكس وبالتالي ما استفيدش به او عنده rate في lower part of the intestine في الاليم العيان مشاكل مشاكل خالص خد B12 و تلاقل بيتكس 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 بس مقدرش يمسك في الانتستين كان عنده اسهال عنده دائرية disease of the lower intestine يما اخر حاجة B12 مش في الدم بس كان عنده liver disease ما تخزنش B12 فقدر اقول ان الاسباب هم ثلاثة يما ما اخدوش نتيجة decrease intake B12 and folic acid يما اخدو ما امتصوش هم الاتنين دول لم امتصوش يما disease في stomach وال يعني disease في lower alien ما اخدوش خدوا ما امتصوش بعد ما امتصو كل حاجة تمام بس ما اخذنوش يبقى ما اخدوش خدوا ما امتصوش امتصو ما اخذنوش هذه هي اسباب الماكروستيك هيبر كروميك anemia اخر نوع من انواع الانيميا مايكروستيك هيبر كروميك anemia مايكروستيك hypochromic anemia يعني وناها بكده يعني مايكروستيك مايكرو صغير وصير مايكروستيك خلايا صغيرة بس size of the arbc smaller than normal وبتحتوي وhypochromic يعني hypo يعني decrease أولية كروم يعني لون ولونها فاتح اصل فيها فن من المجلوبين أولية طب ايه لسبب الكلام ده انا عندي نقص في الحديد اجيب اعمل arbc كبيرة ليه طبعية اعملها صغيرة عشان هامل هيموغروبين صغير على قد ده ما عندي ايان كفاية عشان اصنع بيه هيموغروبين كتير فاعمل خلية كبيرة لأ انا عندي دوبة شوية ايان قليلين وبالتالي مش لازم اعمل arbc كبيرة طب ايه اسباب ايما ما اخدوش دكريز iron intake اصلا محب البطاطس محب الرص محب المكرونة لكن محبش العسل اسوي محبش الكبدة محبش الخضار محبش الخضار ملون محبش السلطة محبش الفلفل الرومي محبش الجرجية محبش الفجل حاجات كلها اللي تحتوي على حديد محبش الطباطم محبش الخص حاجاتها كميات مهولة جدا منها فالدكريز intake او العيان ده مع الاير بيبقى فيه اوكزالات وفايتات الاوكزالات وفايتات دول بيعملوا ايه دول بيرصبوا الحديد في الانتست وبالتالي بيحصلوش absorption الحاجات اللي موجودة زي الكرومبول زي القرنبيت مليانة اوكزالات وفايتات يعملوا ايه دول اوكزالات وفايتات وفايتات يعملوا insoluble salt مع الاير بمنوع absorption يبقى اما ما خدوش يخدو ممتصوش ليه ما امتصوش والاير بيابزورب من all parts small intestine especially لديو ديودلم ليه ديودلم عشان highly acidic فدائما يخليلك الحديد مش فرك يخليها فراس في helping الاير absorption يبقى اما ما خدوش يخدو ممتصوش يمتصو مخزنوش وليه يمتصو ومخزنوش بعد ما عمله absorption من small intestine بيخش على البلد اللي عنده البلد ده chronic blood loss chronic يعني مزمن ده بيفكر دم ايه من فترة عشان عنده piles بواسير او عنده heavy دورة شهرية شديدة فكل اللي بتمتصو من الحديد لسه بتحاولش الحاجة وماشي في الدم كحديد ايه اللي احصل له والبي lost في ايه في chronic blood loss piles او او heavy administration يبا اما ما خدوش ياخدو ما امتصوش disease from the small intestine يمتصو ما خزنوش ليه ياما كوان لك بلد loss ياما disease disease في liver ايه بعد كده بيتخزن في vertical decennial system اللي موجودة في liver و lymph nodes و المعامل bone marrow و المعامل spleen بيخزنو فيهم الحديد as 50 اكتر ما كان بيخزن في ان في liver يبقى ما خدوش خدو ما امتصوش امتصو ما خزنوش chronic blood loss or liver disease هذه هي different types of anemia and causes of anemia بشخص ازاي الانemia بكل بساطة بشوف الhymoglobin content واحد قبل التحليل ان شاء الله ده هتشوفوه في المعمل ان شاء الله هنشوف sheets different lab investigation عبارة عن تحليل عدة مرضى ونشوف شاعتها سعيد اخبار ايه هبص على الhymoglobin content الاقي مثلا عنده 9 يبدا عنده anemia لكن الفتاة كان مش هكات انه يكون عنده anemia الفتاة كان انه نعرف نوع الانemia ودي هنتعلم ها بالتفصيل جميلة جدا مسائل لازم دي هنتعلم ازاي ان احنا مش بس ان احنا نشخص انemia ونعرف احنا نخده بالتفصيل بعد كده يعني مينكو باسكول الفوليوم يعني مينكو باسكول الهيمoglobin concentration ازاي احسب اللي هي العيان ده عنده ماكرو سيتك ولا ماكرو سيتك عنده نوم سيتك عنده هايبر كروميك دي هنخده بالتفصيل اللي بيسموها blood indice يبقى اشخص الانيميا بحاجتين اولا اشوف اليمoglobin content ومن ده اشخص بانيميا وخلاص تاني حاجة من blood indice اقدر اشخص كمان اشخص نوع الانيميا بعمل العيان ده اعمله cbc ومن خلال اللي هي بنعمل cbc بقدر اشخص بيها العيان ده عنده انيميا وما عنده انيميا زي ما نشوف ان شاء الله في اللاب بالتفصيل ان شاء الله طيب what are the effects of anemia on circulation ايه تأسير الانيميا على circulation اسؤال المهم جدا قوي وبين خلق الارب بيسي ليه تقريبا المين او the only function للارب بيسي اساسا is to carry هموغلبي عشان يعمل ليه الهموغلبي عشان to carry oxygen from the lung to the tissues ويساعد على تكري الكربون دو from the tissues to the lungs يبال عيان لو عنده anemia عنده total هموغلبي content قليل عنده الارب c قليل الاكسجين يصل لخلايا شكله ايه هيبق قليل يبال عيان يجيله ايه يجيله hypoxia ويعني hypoxia hypo يعني نقص oxia يعني oxigen نقص في الاكسجين less rbc وبالتالي less oxygen supply to zettetious يبقى اول تأثير الانيميا عدد عدد الارب وليلة وبالتالي الاكسجين carriage buy this blood وليلة يبقى نمبر هايبوكسي نمبر تو قول قبل كده وهنكلم على plasma protein نمبر مرة ونصف سببها الاربسيز ومرة ونصف سببها البلازما بروتين وميم بلازما بروتين أكبر بلازما بروتين اللي هي أكبر واحدة في الملك رويت الـ 340 ألف اللي هي مين الفايبرينجر طيب وسمنا اسمة اللطيفة دي قبل كده آدي البلوت ثلاثة تايمز مور فيسكوس زان ووتر لو الووتر واحد بلاد ثلاثة البلازما بتبقى واحد ونصف فيسكوستي أكبر من الووتر طيب لو عنده جاله سيفير أنيميا الاربسيز تقريبا تتمسحت خالص يبقى في سلسف بلاد يحصل فيها تقل تقل لغاية كام ده لو فرضنا حاجة افتراضية طبعا مش ممكن تحصل مش هو ولا اربسيز واحدة هيوصل فيسكوستي تبقى كام تبقى واحد ونصف ذات وفوت يبقى مهما يقل الاربسيز مهما تقل لا يمكن البسكوستي بتاعت البلود توصل للمية يبقى مهما يقل الاربسيز عمر الدم ما يبقى مية ما اعطيني الكلام ده ان عمر الدم ما يبقى مية تمام؟ يبقى تاني حاجة لما يقل البسكوستي بتاعة الارترسيس دي مهم جدا 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 يبقى الانيميا تقدي ايه تنقص البسكوستي طب هتفر ايه معي البسكوستي دي مهمة جدا دي البسكوستي دي بتعمل ايه prevent rapid out flow of blood بين الارتر للفين تخيل انت عندك الدم اللازج بيعدي بصعوبة من الارتري من الارتريول من الكابيلاري للفين لفينيول للفين صعب قولي يعدي لما البسكوستي تقل يهرب عطول فيعمل ايه يقل البسكوستي هتقلل الpreferred resistance مفيش مقاومة طرفية لهذا الدم الدم يجي بسرعة من خلال الارتريول من خلال الكابيلاريز يوصل الفين يجي بسرعة ما يعدش جوه الارتري فيحصل فيها ايه يقل البلد برشور يبقى لما يقل البسكوستي هيحصل ايه هيقل الpreferred resistance وهيقل البلد برشور نقص الفيسكوستي هيعمل rapid او flow of blood من دم يجي بسرعة من الارتري للفين هتقل الpreferred resistance المقاومة الطرفية الدم مشرعة جوه الارتري هيقل البلد برشور ايهنا عارفين طبعا هناخدها بعد كده بالتفصيل ان شاء الله المين ابتقى بلد برشور بيساوي ايه؟ بيساوي الكاردياك اوتبوت في والكاردياك اوتبوت كمية الدم اللي بيطلع من القلب في الديئة بيساوي عدد ضربات القلب الهارتريت في الستروك فوليو في كمية الدم بتطلع في كل خبط يبقى عدد خبطات القلب في الديئة في كل مرة بيطلع استروك فوليو في البلد كده لو قلتلك ان الهارتريت 70 ضربة في الديئة كل مرة بطلع تقبل حوالي 70 ل 72 ملي بلد يعني بطلع حوالي 4950 يعني بطلع حوالي 5000 ملي بلد يعني 5 لتر الكاردياك اوتبوت دي كمية ايه الكاردياك اوتبوت؟ دي كمية اللي هي الاماونت بلد العيان ده اللي عنده الفيسكاستي قليلة هيقل هيقل الارتيريال ايه الخطورة التانية؟ العيان ده تبص تلاقي الدم اللي واصل للتيشو شال اكسجين قليل فيضطر يعمل ايه القلب؟ يضطر ان هو يزود ضربات القلب ويزود الكاردياك اوتبوت يزود كمية الدم الخارجة منه عشان يوصل للانج اكتر ياخد مور امور اكسجين اكتر عشان يوصل للتيشو مور اكسجين اكتر فتلاقي العيان ده عنده انكريز كاردياك اوتبوت وزي ما قلنا يعني كاردياك اوتبوت؟ كمية الدم اللي بيدخها القلب في الدقيقة وياخدها بالتفصيل ان شاء الله سالة جاية هاني كاردياك اوتبوت؟ ويهل حاجات اصعك؟ دي جميلة جدا هاني كاردياك اوتبوت؟ في الناس الطبيعيين 5 لتر في الدقيقة العيان ده الدم واصل اللي غاية التشو اللي هو الطبيعي الخمسة لتر في الدقيقة اللي طالع من القلب للأسف مش هالة اكسجين قليل مش كفاية فيعمل ايه؟ يسوطه الحانة الاكسجين قليل فالقلب يعمل ايه؟ يبتدي يدور في الدم اكتر يدور بكمية اكبر عشان يزود الاكسجين الواصل لذيه الخلايا فبدأ بيدخ خمسة لتر في الدقيقة يدخ تلاتين لتر في الدقيقة يبقى انكريز كاردياك اوتبوت هو امت الشخص الطبيعي؟ كمية الدم اللي طالع من القلب تزيد من خمسة لتراتين لتر لما تشو دي تحتاج اكسجين زيادة؟ وامت الكلام ده بيحصل؟ انا باجي بشوية باجي بنصف ساعة ولا حاجة ولا بتاع ولا بكتير جدا ساعة فالقلب في الفترة دي بيزود اول كاردياك اوتبوت 30 عشان يوصل الدم اكتر للمسلس اللي هي تشتغل كتيره وانت استعمال بتلعب مات شكورة او طفر او سباح فتديها مورة مور اوكسج لا تخيل العين ده الكاردياك اوتبوت زاد من خمسة لتر لتلاتين لتر وقعد في مكان هل ممكن القلب يستحمل الكلام ده؟ لا العين ده الجهد اللي بيفزله القلب يزيد هل ممكن القلب يضيع بالكلام ده للنهار لأيام ولا شهور؟ لا طبعا بيحصل منطقة الخطور بيحصل هيبوكسيا Нубر واي نبه تروب يقل الفيسكاستي بتاع البلد ولما تقل الفيسكاستي هيقل البريفراليزيستانس وهيقل الكاردياك اوتبوت هيقلها اعطيها بلد ذوép به القلب بالترعية بيزود الكاردياك اوتبوت فيزودها من خمسة اللي تطريب ان الده فيزودنا الكاردياك وورك الكاردياك لوود حملة بتاع القلب مجود القلب معدارشي كامل مدة كبيرة فيحصل هارت في لي فتلاقي العيان اللي عنده دايما انيميا دايما ضغطه واطي ليه ضغطه واطي عشان دكريز بسكاستي بتاعت البلد وتلاقيه بينهج على طول يطلع السلم ما حاجة كده دور ولا حاجة ينهج ليه ينهج ليه؟ ما عنده هايبوكسي فدايما بينهج عايزه اكسجين زيادة وضربات قلبه سريعة جدا ليه ضربات قلبه سريعة بيحاول يزود كمية الدم اللي وصله للتيشو اللي جاء له اكسجين قليه فعنده الكاردك اوبوت عالي والكاردك ورقه عالي وممكن في حالات لما يكون تبقى حاجة كرونيك لمدة كبيرة تنتهي في الاخر بهارد فريق عشان كده مهم جدا ان احنا نشخص الانيميا زي ما اقول لها مرة تانية عيدها مش بس نشخص اللي عنده انيميا نشخص كمان ايه هي الطايبسوف انيميا عشان لما نعرف نوع الانيميا نعالجه هنقص بتول فولك اسد الى ماركروffeك وايباكورمك في ت знаешь sand عنده ماركروسب وايباكورمك العيان dai عامله ايه ادي اير العيان ده عنده نوموسيت رهومك اانيميا هاست throwing aiom tap عشان اعالجه وده اللي هنعمله ان شاء الله بإذن الله في الـ Practical هناخد بالتفصيل اللي هي بنسميها Blood Indices ازاي من التحاليل بتاعت الدم CBC ازاي نوصف الآخر يقول العيام ده ايه ده الدكتور ده شاطر قوي ده يقدر يشخص الـ Plasma Proteins العيام ده عنده Album Gravy Ratio عنده Liver Disease وقدر يعفل ان عنده أنيميا ومش بس يجعفل ان عنده أنيميا وعرف كمان نوع الأنيميا اللي موجودة وده هنتعلمه كويس جدا إن شاء الله في الـ Practical بإذن الله وبكده خلصنا الموضوع المهم جدا موضوع الأنيميا Types and causes of anemia ونكمل إن شاء الله بإذن المحاضرات اللي جاية إن شاء الله شكرا سلام عليكم ورحمة الله